طيب التعليمية مدرسة كل أسرة الممتحنين أو الممتحنون على امتداد الوطن داخل وخارج الوطن الحبيب أحييكم بتحية الإسلام الخالدة إن شاء الله اليوم سوف تكون لدينا مراجعة لمادة العلم في حياتنا كما علمناكم اللي هي محور الإنسان والكون من خلال تلك المراجعة إن شاء الله حنتطرق لكل المسائل المترد في امتحان شهادة الأساس بكل تفاصيلها من أمل الأماكن الشاغرة وكذلك اختيار متعدد ليضع دائرة وكذلك أكمل لها الأسئلة الصغيرة جدا والقائمة ألف ما يناسبها من القائمة ب وكذلك بعض المسائل التي يحصل فيها نوع من التناسب مثلا المسافة والسرعة والزمن ننتغل إلى صبورتنا أبناء التلاميذ مثلا السؤال الأول لاحظ معي السؤال الأول عادة إما أن يكون ألف أم لا الأماكن الشاغرة أو بطريقة ما ألف ممكن تكون ضع على مطصح أو خطأ طيب أم لا الأماكن الشاغرة تعني هناك مصطلح بسيط جدا يمكن نتكوّم من كلمة أو كلمتين أو ثلاث وإجابتك لا بد أن تكون إجابة نموذجية مثلا السؤال الأول أم لا الأماكن الشاغرة يستخدم الكشاف الكهربي للتعرف على نقط نقط الشحنة أصلا الكشاف الكهربي هو جهاز يستخدم للكشف عن الأجسام المكهربة عما سواها وكذلك على نوع الشحنة وهو ينتمي إلى الكهرباء الساكنة لأنه غصمنا الكهرباء أولاً الكهرباء الساكنة ثانياً الكهرباء الجوية والكهرباء التيارية وكذلك أثار التيار الكهرباي طيب الكشاف الكهربائي ما هو جهاز يكتشف التيارات الساكنة إذن يستخدم الكشاف الكهربائي للتعرف على الشحنة الشحنة جنوب؟ نوع الشحنة للتعرف على نور لا بد من كتابة كلمة واحدة للتعرف على نوع الشحنة سالبة أم موجبة طيب في الكهرباء الساكنة تعرفنا على الذرة قلنا الذرة تتركب من جسيمات متناهية الصغر اللي هي جسيمات أولاً الألكترونات لاحظ معي والبروتونات والنيوترونات الألكترونات عبارة عن جسيمات تحمل شحنة كهربائية نوع سالبة أيوة والبروتونات تحمل شحنة كهربائية نوعها موجب والنيوترونات تحمل شحنة كهربائية اللي هي شنو؟ بتكون متعادلة تكون شنو؟ متعادلة طيب ننتقل إلى الجزئية الثانية ليصحح عيوب قص قصر النظر في العين بوضع عدسة هنالك عيوب للعين قصر نظر وطول نظر طيب قصر النظر يعني شنو قصر النظر؟ غالوا قصر النظر أنه هنالك صغر في مغلة العين قصر النظر صغر؟ يعني شنو؟ يعني شنو قصر النظر؟ قصر الصورة بتصر أمام شبكية العين ما دام الإنسان عنده قصر في النظر معناها أنا بحاول بقدر الإمكان أخله ينظر إلى الأماكن البعيدة إذن العدسة المفترض استخدمة مفترض تقول شنو؟ عدسة مفرقة عدسة مالة مفرقة وليست عدسة لامة لأنه عنده قصر نظر إذن يصحح عيوب قصر النظر في العين بوضع عدسة مفرقة أو عدسة مقعرة إذن نكتب عدسة مفرقة تفرق أو عدسة مالة مقعرة طيب نقاط نقاط تركيب غضروفي يوجد في الأذن الخارجية قسمنا الأذن الخارجية نتبه معي من التلميس قسمناها إلى ثلاث واحد قسمنا الأذن عموما إلى ثلاث أكساب أذن خارجية التي هي الأذن الخارجية بها الصيوان وهي عبارة على الجزء الغضروفي البارز الذي يجمع الأصوات يجمع الأصوات ثم يرسلها عبر القنة السمعية ومنها إلى طبلة الأذن إذن التركيب الغضروفي البيت يتواجد في الأذن الخارجية هو شنو؟ هو الصيوان الصيوان طيب بعض الصيوان في شنو يا شباب؟ بعض الصيوان في القنة السمعية عبارة عن ممر ضيق تعبر من خلاله الأصوات ومنها تنتغل إلى غشاء الطبلة طيب فرقعة الأسلحة من مصادر الضوضة برضو أركز هنا في الجملة لأن الضوضة عبارة عن أصوات غير ممرقوب فيها تؤدي إلى القلق وعدم الإرتياح الضوضة تنقسم إلى قسمين إما طبيعية لاحظ معي هنكتب هنا بساطة بس ما عليك إلا تتابع معي إما ضوضة طبيعية رمزنا لا بالرمز الطالب لكن في الامتحام ما هترمز بالرمز الطالب ضوضة طبيعية أو ضوضة صناعية الضوضة الطبيعية اللي هي بتحدث في الطبيعة مثل شنو؟ ها أذكرهم مثل الزلازل وتاني والأمواج العالية وقيرها أما الضوضة الصناعية هي بتحدث يعني من العمليات الصناعية مثل محركات السيارات والقطارات وأزيز الطائرات وفرقعة الأسلحة طيب تعالنا نشوف فرقعة الأسلحة من مصادر الضوضة تفتكر طبيعية؟ لا هي من مصادر الضوضة الصناعية كل ما حصل تمدل هناك ضوضة هناك آثار جانبية صايد إفكت طيب شحل المركم تتحول الطاقة من طاقة كهربية إلى نقاط نقاط تعالوا توقف حظا شنو يعني شحل المركم وماذا نعني والمركم دا من تميل شنو أولا الكهرباء التيارية تنقسم إلى كم؟ تابع معي تنقسم إلى قسمين لاحظ معي قسمين كهرباء التيارية يعني مصادرة مصادرة التي درست لك مصدرين لكن في مصادر أخرى المصدرين إما مصدر ميكريكي أو مصدر كيميائي أيوة تمام أو مصدر كيميائي طيب تعالنا شوف المصادر الكيميائية شنو قالوا المصدر الكيميائي هي عملية تحويل الطاقة يعني من مادة كيميائية إلى طاقة كهربية أي بتحصل عملية بتاع التفاعل تفاعل لمواد تتحول من مادة كيميائية إلى طاقة كهربية ربية أما الميكانيكية لعملية بطاقة حركة تتحول الطاقة من حركية إلى طاقة كهربائية المركم بعد شويها نعرف هو من تمي هل إلى الميكانيكي أم إلى الكيميائي يعني المركم ده ببساطة كده المركم اللغة طارية للسيارة هل هو أنا بحركه عشان يطلع لها الكهرباء ولا في مواد بتتفاعل في الداخل مواد بتتفاعل داخل المركم الرصص المركم الرصص المصادر الكيميائية بتنقسم إلى اتنين تابع معي نعيد لك تاني المصادر الكيميائية بتنتمي إلى اتنين قسمين أما أعمدة ابتدائية أو أعمدة ثانوية طيب الأعمدة الابتدائية برضو هناك عمودين الآن عمود بسيط وعمود جاف اللي هو حجر البطارية العمود البسيط اكتشف قديما يتكون من تركيبين يعني فيه جسمين اللي هو هنا لوح خارصين وهنا لوح نحاس بالإضافة إلى حامض الكبريتيك المخفض وإناء زجاجي ومصباح قالوا العمود البسيط يا شباب لما يشتغل بعد فترة بتحصل لها عملية بتاعة التوقف بيجيب السبب شنو لأنه قالوا من عيوبه هناك عيوب يسمى بالاستغطاب وما هو الاستغطاب هو تراكم غاز الهايدرودين حول لوح النحاس الموج طيب نعالج الاستغطاب شنو قالوا بإضافة مادة مؤكسدة والمادة المؤكسدة اسمها ثاني أكسيد المنجنيز طيب وهناك عيوب آخر برضو ظهر اللي هو يسمى بالتفاعل الموضعي والتفاعل الموضعي من علم كيف قالوا بملقمته بالزبع طيب فكروا العلماء بعد العمود البسيط حنعمل شنو قاموا غيروا العمود البسيط إلى عمود جاف جافة إلى عمود شنو جاف سمعه لعالم جافة وانتج اللي هو حجر البطارية السغيرة شايفونه ده طيب المصابيح اليدوية حجر البطارية عالجوا كل المشاكل الموجودة في العمود البسيط أضافوها شنو المشاكل غيروها إلى عمود جاف المشاكل الموجودة في العمود البسيط إتلاشة لكن لا يمكن شحن العمود البسيط والعمود الجاف أي لا يمكن إعادة شحنه مرة أخرى طوروا العلماء فكروا في عملية أخرى كيفية إنتاج كهرباء يعني لو استهلقنا الكهرباء تاني يمكن شحنه لو أنتج شنو من المصادر الكيميائية قلنا شنو اللي هي الأعمدة الثانوية وهو المرقم الرصاص مرقم الرصاصي هو عبارة عن آلة أو جسم ما يمكن شحنه يمكن شنو شحنه يعني بعد ما يتفرق ثاني ممكن عمل العملية بتاع شنو إعادة شحن إذن شحن نرجع على السببولة إذن شحن المرقم تتحول الطاقة من طاقة كهربية لو بوصلوا بمصدر خارجي طاقة كهربائية إلى طاقة نحويل إلى طاقة كيميائية برضو عليك أيها إلى طاقة كيميائية تمام يبتق تكون ظهرة وواضحة عشان المصحح بعدين لما يصحح يلقى كلامك منظم وخطك مرتب عشان يديك علامة صح طيب ننتغل إلى الجزئية الثانية اللي يتابع للسؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة وصرنا الكلام طيب تتم عملية تعقيم المياه بإضافة غاز الكلور هل الكلام صح والخطأ الكلور مادة هل هو مرسبة أو معقمة هو مادة معقمة إذن بإضافة غاز الكلور بنسبة ثلاثة جرام لكل مليون جرام مت مكعب إذن الكلام صواب التلسكوب جهاز يكتشف الأحياء الدقيقة مايكرو أورغانيزم نوع كلامنا ما صواب لأن التلسكوب جهاز يكتشف يتم يكتشاف المجرات والكواكب والتعرف عليها إذن الكلام ده خطأ نكتشف الأحياء الدقيقة في المعمل عن طريق جهاز يسمى بالمايكرو اسكوب المكبر المايكرو اسكوب طيب ثلاثة الدينامو مصدر كيميائي هل الدينامو مصدر كيميائي لا أكيد الدينامو مصدر ميكانيكي مصدر شنو ميكانيكي إذن العبارة مالا خاطئة السناي ذوب اللورات دقيقة كدت أن نتوقف نشرح السناي ده من تمي لا يدرس الكربون الكربون هو عنصر واسع الانتشار يدخل في الأنسجة النباتية والحيوانية والمنسجات وغيرها للكربون أنا هاشرح لأن الانتحان ممكن أي سؤال أنا أقوله ممكن يرد في الانتحان له ظاهرة تسمى بظاهرة التأصل يعني تمتع بظاهرة التأصل ظاهرة التأصل أن الكربون له أشكال عديدة بمعنى أن الخواصة الفيزيائية بتاعته شنو مختلفة والتركيب الكيمياء بتاعماله متفق إن ظاهرة التأصل هي الاتفاق في الخواص الكيميائية والاختلاف في الخواص الفيزيائي قسمنا صور الكربون إلى قسمين صور متبلرة وصور دقيقة التبلر المتبلرة لها الماس والجرافيت دقيقة التبلر فحم الحيوان الفحم النبات السناج الفحم الحجري السناج هل هو ذو بلورات دقيقة ما سشرحنا لا هو ينتمي إلى دقيقة التولر والكلام هنا طوالي باكتب على ما الصاح وأنا بكون واسق من نفسي يعني أنت في الامتحان لما تكون الإجابة متأكد منها تماما جاوب وما تتعجل في الإجابة جاوب بكل هدوء ما تستعجل في إجابة طيب رغم خمسة الروس هم أول من أطلقوا قمر اصطناع نعم الروس هم أول من أطلقوا قمر اصطناع طيب ننتقل إلى صبورتنا الثانية ونشوف نموذج جديد من النمازج المختلفة التي ترد في امتحان شهادة مرحلة الأساس مثلا الرسمة الموجودة أمامي لو كانت هنا مرأة مستوية المرأة العادية طيب عامو وجهوا لي السهم إلى أسفل والسهم النازل الخضاء موجهوا سهم إلى أعلى وبنفس الكيفية في زاوية هنا وبنفس الكيفية توجد الزاوية هنا قاموا عمول لي قال لي رقم واحد ماذا نسمي اكتب أسماء الأجزاء المشار إليها بالأسهم عسلا واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة سمي الخضاء الخط ذو السهم إلى أسفل لأنه في بعض الامتحانات ورد نفس الخط لكن مغير السهم إلى أعلى فإن التعريفة للشعاع الضوئي هو الخط المستقيم الذي سر عليه الضوء ويوثل اتجاه الشعاع الضوئي بسهم إذن السهم نازل إلى أسفل يعني شعاع مال صاغ سمي شعاع صاغ شعاع صاغ طيب الزاوية المحصورة بين ها هذا العموض النازل وبين الشعاع الصاغ نسي ما شنو زاوية الصغ تسمى بزاوية الصغ طيب تعالنا ننتغل إلى الخط الموجود المؤلل شنو شكل عمودي على المرآة المستوية يسمى بها العمود النازل نعم سميه العمود النازل عرف العمود النازل والعمود ها عرف العمود النازل سؤال بريدك في الامتحان والعمود المرسوم على والعمود الصاغ على نقطة الصغ طيب الخط إلى أعلى السهم ماشي إلى أعلى ها شعاع ما قاله شعاع منعكس شعاع شعاع منعكس شعاع ما قاله حسنا طلع عملي بتاع شنو إنعكاس الغالون الأول يقول شنو زاوية الصغوط تساوي زاوية الصغوط تساوي زاوية الإنعكاس إذن الزاوية يسمى شنو زاوية إنعكاس طيب ها لو أليس سمي مرأة مستوية لو أليس سمي نقطة صغوط تعالنا سهب إلى الرسمة الثانية في نفس الصبور سمي أو اكتب أسماء الأجزاء المشار إليها بالأسم ها مثلا واحد اثنين ثلاثة وأربعة ركز لي في أربعة دي بعد شوية حتكلم لك عنها كلام حتحتاري طيب وهنا خمسة إمرأة واحد بكل بساطة بني وإبنة التلميذة تسمى بمصادر للطاغة الكهربائية أو مصدر للطاغة الكهربائية سواء كان عمود جاف أو غيري طيب دير شنو حياد العامل كده ها نسميه شنو يا شباب مغاومة ثلاث مغاومات موصلين على شنو واحد اثنين ثلاثة موصلين على التوازي إذن تسمى مقاومات أو مغاومة نبتل ماليا أو مقاومات طيب ده ده سلك سلك الكهربائي سلك كهربائي قبل شوي أنا ما ذكرت لك قلت لك أنا حتكلم لك عن الجهاز ده الجهاز اللي بيكون موصل على التوازي اسو شنو الجهاز يسمى بالأميتر والأميتر يوصل في الجائرة الكهربية على التوازي يسمى عفوا يسمى the voltmeter يسمى the voltmeter والvoltmeter يوصل في الدائرة الكهربائية على التوازي لكي يتفرع التيار الكهربائي عبر مغاطع السلك المختلف وهنا الأميتر يوصل على التوازي هنا الأميتر يوصل على التوازي الفولتmeter هو جهاز يستخدم لغياس فرق الجهد الكهرباء إذن الفولتمتر جهاز يستخدم لغياس فرق الجهد والوحدة المستخدمة لغياس فرق الجهد تسمى ذي الفول إذن الفولتمتر جهاز يستخدم لغياس شدة التيار الكهرباء الغياس شدة التيار الكهرباء ويرمز له بالرمز A داخل دائرة يستخدم لغياس شدة التيار ووحدة شدة التيار هي الأنبر أوم هي الأنبر ووحدة غياس المغاومة هي الأوم يشنو الأوم هذا العالم توصل إلى قاعدة لعلاقة تربط بين شدة التيار وفرق الجهد قال يتناسب لعالم أوم يتناسب فرق الجهد الموصل في سلك تناسباً طردية يتناسب شدة التيار الموصل في سلك تناسباً طردية مع فرق الجهد مع فرق شنو؟ الجهد ننتقل إلى أسئلتنا الأخرى اختصرناها بهذا الشكل نموذج اختار من القائمة ألف مع ما يناسبها من القائمة بأ طيب أنا هتكلم عن جزء جزء تيارات كهربية ضعيفة تعالوا نكتب عليه تيارات كهربية ضعيفة يلا الله شرح عليك الجهاز الذي يستخدم لغياس التيارات الكهربية الضعيفة هو ما هو الجهاز؟ يسمى بالجالفانو ميتر إذن من القائمة ألف مع نسبها من القائمة بأ لو لقيت كلمة تيارات كهربائية ضعيفة إن شاء الله بني وابنتي التلميذة فاصل صغير ونعاود الاتصال بكم إلى حين الملتقى طيبة تعليمية مدرسة كل أسرة توقفنا في فاصل ورجعنا ليكم أبناء المتحنون إن شاء الله نواصل في نفس الجزئية التي تكلمنا عنها التي هي القائمة ألف ما يناسبها من القائمة بأ ننتقل إلى السبورة مثلاً في القائمة ألف تيارات كهربائية ضعيفة حتلقى كمية من اللواء ما يقال ليه 12 أو 13 كلمة من ضمنها حتلقى كلمة مثلاً جيلفانو ميتر طوالي جيلفانو ميتر هو جهاز يكتشف التيارات الكهربائية الضعيفة إذن طوالي أختار مثلاً جيلفانو ميتر مثلاً كان ينتمي إلى المسلا الرغم مثلاً ثلاثة حتلقى طوالي في الغوسين لم أجل هنا حتلقى مثلاً ثلاثة وثلاثة لو كانت مثلاً في القائمة بأ تسمى بأجلفانو ميتر طوالي حتلقى ثلاثة ألفين نفثالين والميثيل والشاي وزهرة الشمس أو عباد الشمس عبارة عن مواد تسمى بالكواشف تسمى بشنو بالكواشف إذن الفين نفثالين هو يعتبر مادة كاشفة مادة كيميائية تسمى الكواشف مثلاً كلمة الكواشف في القائمة ما ينتمي إلى أو ينتمي إلى الرغم مثلاً سبعة طوالي حتار كلمة شنو سبعة وأكرصه بقلم الرصاص جس شفاف هنا طوالي بترجع إلى درس من دروس الضو تم تغسيم الأجسام من حيث نفازية الضو إلى ثلاثة أجسام شفافة وأجسام شفافة وأجسام معتمة الجسم الشفاف هو كل جسم هو جسم ينفذ الضو كلياً من خلاله أي جسم الضو ينفذ من خلاله كلياً يسمى جسم شفاف أما الجسم الشف شفاف هو جسم ينفذ جزء غليل من الضو من خلاله طيما عرفنا الجسم شفاف زي شنو مثلاً زي الهواء والزجاج المسقول والماء الصافي جس شف شفاف مثل الورقة المزيتة والمحاليل الملونة الجسم المعتم قالوا الجسم المعتم هو الجسم لا ينفذ الضو كلياً أو جزئياً من خلاله إذن جسم شفاف الكلمات المفترض تكون موجودة إما الهواء أو الماء الصافي أو الزجاج المسقول مثلاً لقيت كلمة الزجاج المسقول مثلاً رغم واحد طوالي أسحب طوالي وأكتب رغم واحد ينتمي إلى القائمة ألف جسم شفاف وبكرز في الجزء من القائمة با اللي هو رغم واحد فهم الحيواني أسئلت كثير جداً من ضمن الأسئلة ممكن يقول لي مثلاً من صور الكربون دقيقة التبلر إزالة الألوان يحتوي على نسبة قليلة مثلاً من الكربون وهكذا طيب من ضمن الأسئلة مثلاً في الفهم الحيواني يدخل في صناعة السكر وكان الكلمة مثلاً رغمها إطناشر طوالي بكتب إطناشر في بين القوسين وهي تنتمي إلى الكلمة التي تسمى ب يدخل في إزالة الألوان أو في صناعة السكر لأنه يزيل الألوان جسم شفحي شفاف ذكرناها قبل شوية من أجسام الشفحي شفافة مثل المحالية الملونة مثلاً كلمة المحالية الملونة هي في القائمة با إتنين طوالي بخط رغم شنو إتنين وبكرس رغم إتنين في القائمة با الكسوف الكسوف سؤالين ركز معي في الخطة الكسوف شنو يعني الكسوف ده بيحدث بالليال ولا بالنهار قالوا الكسوف بيحدث أثناء فترات النهار بمعنى إنه أنا عايز أحجي الضو الشمس وعندي هنا أرض الضو صاغ من الشمس إلى الأرض كالجسم هنا والجسم لسا قير جداً مغارضاً مع حجم الأرض وهو شنو؟ القمر هنا الأرض وهنا الشمس وغور القمر تطيع بتاعت القمر بين الأرض والشمس ظاهرة تسمى ظاهرة الكسوف وثاني ممكن يرح السؤال وغور ظل القمر على الأرض طيب ممكن برضو يجي نسؤال يقول ليه علل يستمر الكسوف لدقائق معدودة بينما يستمر الخسوف لساعات ليه؟ ليه لأنه يا شباب القمر ده صغير جداً مغارضاً بحجمة أرض لذلك الكسوف يكون دقائق معلومة أما الظاهرة الأخرى مثلاً هنا عندي الأرض أو الشمس مثلاً هنا الشمس قامت الأرض أثناء إدارة الطبيعية للأرض ظهرته وهنا القمر الأرض وهنا القمر طيب الظاهرة يدي شنو؟ ظاهرة يبي تحدث بالليل هي ظاهرة تسمى بالخسوف ظاهرة تسمى بالخسوف إذن الخسوف وغوع الأرض بين القمر والشمس بينما الكسوف وغوع القمر بين الأرض والشمس ملاحظين الشمس سابت طيب كسوف وغوع القمر بين الأرض والشمس وكانت في القائمة بها مثلاً تمثلها الرغم مثلاً تمانية طوالي بكتب الرغم تمانية وبكرز التمانية أي خلاص إنه التمانية أصبحت من ضمن الإجابة الإجابة في ألف اللي هي الكسوف ترسيب الماء وتكلمنا عن الماء وإن الماء تنقية مياه شرب تتم عبر عدة مراهل أول خطوة أنا بأعملها أضخ قمية من الماء من المصادر بعد ما عملت العملية بتاع الضخ أعمل العملية بتاع الترسيب اللي أرسيب منها الحصى والرمل والطيل بتكون في بواقي من المواد العالقة والبكتيريا المواد العالقة وشنو والبكتيريا أرسيب الماء أرسيب الماء عن طريق شنو ترسيب الماء يلا لاحظ معي الماء أرسيبه عن طريق إضافة بعض المواد ومن أهمها مستخدمة في السودان هي الشب والشب الاسم العلمي للشب مثلا سؤالي قلن في الامتحان ما هو الاسم العلمي للشب هو كبريتات كب كب ري تات الالامونيوم كلمة الالامونيوم وليست الامونيوم الالامونيوم البوتاسيومي البوتاسيومي إذن الاسم العلمي للشب هو كبريتات الالامونيوم البوتاسيومي طيب ترسيب الماء ممكن ألغى خيار كالآتي في القائمة كبريتات الالامونيوم البوتاسيومي صواب لا ألغى كلمة شنو الشب برضو صواب وكانت مثلا في القائمة يمثلها الرغم رغمي عشرة طوالي بكتب هنا يا عشرة وطوال الكبريتات الالامونيوم البوتاسيوم تم اختيارها مجال مغناطيصي ثاني رجعبي إلى إلى وين إلى وحدة الكهرباء تمام وفي وحدة الكهرباء اتحدث لي عن مجال مغناطيصي معناه في ظاهرة ظاهرة مغناطيصية اللي هي دوران ملف حول مغناطيص مجال مغناطيصي ممكن يكون ها تيار تأثيري وهو شنو الدينو وممكن يكون شنو العالم فراد اللي هو العالم مثلا مجال مغناطيصي غط خطوط القوة المغناطيصية العالم ترى ده اللي هو اكتشف شنو المجال المغناطيصي وكان مثلا الخيار هو الرغمي تسعة في القائمة با حاكتب التسعة وارجع القائمة با وغولها تسعة انت تم شنو اختيار جابتك لابد تكون مسبتة ومهتم بوركتك ما تشغبت في الورقة خلي ورقتك تكون نظيفة وجميلة ومنصقة عشان تساعد المصحح طيب الصوت حادي تعالوا في كلمة الصوت حادي يلا انتبه معي يا ريد لو انتبهت معي خواص الصوت عفوا خواص الصوت تنقسم الى ثلاث درجة اولا شدة الصوت درجة الصوت ونوع الصوت ما هي شدة الصوت شدة الصوت يا استاذ يا الخاصية التي تمكن الاذن بين تمييز بين صوت قوي واخر ضعيف تتوقف عاملة عن شدة الصوت شنو؟ قالوا مساحة الجسم المهتز كل ما كانت كل ما كانت المساحة بتاعة الجسم المهتز كل ما كانت مساحة الجسم المهتز كبيرة كل ما كبرت شدة الصوت طيب نمر اتنين اللي هي درجة الصوت اللي هي خاصية اللي هي خاصية اللي تمكيز بين الصوت حاد واخر شنو؟ قي حاد الصوت الحاد الصوت الحاد هو الصوت مرتفع الدرجة حارجي على الكلمة ني بعد شوية لكن ركز معي نحن شرح لك قل الدرس الصوت الحاد درجة الصوت عرفنا قبل شوية ننتغل الى نوع الصوت وقبل ننتغل قبل ما انتغلنا الى نوع الصوت درجة الصوت ما عندها ثلاثة عوامل طول الجسم المهتز سمك الجسم المهتز ومقدار الشدة او الشدة طيب في من الاثنين دين في واحدة كل ما زادت الاثنين كل ما زادت كل ما قلت درجة الصوت مثلا كل ما كان الجسم طويل لو هسا أنا عندي سلك موجود والسلك دا أصبح طويل جدا اذا كل ما طال مثلا عزفت عليه وعملت الدرجة كده حالك شنو الدرجة بتاعتي أصبحت شنو ضعيفة طيب لو كان قصر حبة أصبح غصير كل ما طرخت عليه حالك درجة الصوت ماله زايدة إذن هي علاقة عكسية كل ما زادت طول كل ما قلت درجة الصوت طيب السمك الجسم المهتز مثلا جسم كان سميك سميك جدا لو طرخت عليه كده حالك درجة ماله قليلة كل ما زادت السمك تقل درجة الصوت على أكسية لكن كل ما قلت السمك كل ما زادت درجة الصوت لكن الشدة ركز معي في الشدة الجسم كان مشدود شديد وطرخت عليه هالك الدرجة ماله الدرجة زادت إذن كل ما زادت شدة الصوت كل ما زادت شد الجسم كان مشدود كل ما زادت درجة الصوت إذن الصوت الحاد حتى تقل الكلمة هنا طوالي معها هو الصوت المرتفع الدرجة وكانت الإجابة مثلا رغمي أيوة ستة وطوالي يا ستة انت غلاس تم اختيارك مع السلام إذن قلنا القائمة ألف معي ناسبها من القائمة با الإجابات مباشرة ومضمونة لكل تلميذ إلا إذا كان أنت مع مذاكر لكن برضو بعد ممكن تقدر تحقق اللي هي عشر درجات عشر درجات على اتنين هي خمسة طيب من ضمن الأخطاء اللي احنا قاعدين نشاهدها من خلال تصحيحنا لامتحانات شهادة المرحلة الأساس الأخطاء قالاتي يقوم الطالب يشليك نفس الكلمة يقوم اكتبه هنا أو يكتبه لك هنا أو يقوم يردد لك الأرغام سبعة 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 لا يا ابني كلام بسيط جدا يعني أنت لو ركزت بقليل من التركيز بتقدر تضمن الدرجات المونة طيب انتهينا من السؤال قد يريد السؤال هو الثالث أو الرابع عندنا السؤال آخر وهو اختيار من متعدد إذا ننتغل إلى صبورتنا الأخرى هو سؤال قالاتي ارسم دائرة حول ارسم دائرة حول حرف الإجابة ارسم دائرة حول حرف الإجابة ارسم دائرة هكذا يعني تاني لازم تعرفها دائرة هاكذا ارسم دائرة ما لا هاكذا حول حرف الإجابة الصحيح طيب تعالنا شوف الأخطاء بقافة أنا ما هتكلم لك طوال مباشرة عن الأسئلة كيف طيب غد يكون في سؤال فيه الثلاث إجابات صواب أو أبتغلط وقمت تدور لي في الثلاثة يعني ما هم ممكن تدور لي هنا وتاني هنا وهنا بالرغم إنه كلامك دا قلت صاح هنا صاح وهنا صاح لكن لا قال لك ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيح فيه واحدة بيتشمل بيتشمل كل الكلام اللي قلت طيب تاني من ضمن الأخطاء برضو بيكون هناك مثلا ألف وبعصة يقوم يدور لك هنا أنا ما قلت لك دور في الكلمة أنا كلامي واضح جدا والسؤال في الامتحان واضح قال لك دور أرسم دائرة حول الحرف وين الحرف لإما ألف وإما با وإما جيم وإما دال طيب ننتقل إلى سؤالنا يقول يستخدم جهاز الأميتر للكشف عن جهاز الأميتر يكتشف شنو جهاز الأميتر هو جهاز يستخدم للكشف عن هل أرف شدة التيار أنباء فرق الجهد أمجيم المقاومة أمدال المقاومة وفرق الجهد عوامل شدة التيار عوامل عوامل الدائرة القربية لقلنا شدة التيار وفرق الجهد والمقاومة جهاز الأميتر هو جهاز يتم به الكشف أو جهاز يستخدم لغياز شدة التيار نعم أم فرق الجهد الجهاز الذي يستخدم يسمى الفولتوميتر أو الفولتوميتر صيغة ثانية الوحدة التي تستخدم لغياز شدة التيار هي شنو هي الأمبير هي الأمبير عشر أمبير اثناشر عشر الحصب صغر أما المقاومة وحدتها هي الأوم إذن يستخدم جهاز الأميتر للكشف عن شدة التيار أمبر اثنين الوسيط الناقل لمرض الفرنديد هو نجاوب ونشرح بعد شوية الوسيط الناغل لمرض الفرنديد هو الفرنديد دودة المدينة هو برقوث الماء هو برقوث شنو الماء في بعض الامتحانات الولائية كان السؤال يحتاج من الطالب إلى نوع من الزكاة لو أذكر كالآتي كتب برقوث الماء زبابة السميليم القوغة البعود استخرية الكلمة الشازة وليه سؤال كان بنفس الكي الكلمة الشازة طبعاً هي القوغة ليه القوغة قالوا لأنه القوغة ينتمي الكلمة الشازة هو ما كتب القوغة مباشرة قال البلا نورس أو الأورانيس البلا نورس الكلمة الشازة هي البلا نورس لأنه تنتمي الغوغة والقوغة ينتمي إلى الصدفيات بينما البرقوث والزبابة والبعوض ينتمي إلى الحشرات طبعاً الطلبة وأغلب المشاكل بقعفها الطالب يقول لك أستاذ ما درسونا لا العلوم هي المعرفة المنتظمة التي نتحصل عليها بالمشاهدة والاختبار بمعنى أنه من أنت في الصفة الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن كل ما درسته ستلقاه مثلاً في سؤال من ضمن الأسئلة المعلومات العام والسؤال ما بيطلع من الكتاب نهائياً ما في سؤال بيطلع من الكتاب بس بيحتاج من نفسه لقليل من التفكير إذن الوسيط الناغل لمرض الفرنديد هو برقوث الماء الأمراض الأحياء الدقيقة تم تقسيم الأمراض ودرسوك لي مثلاً إلى ثلاثة فقط ما تكلم لك عن المشاكل الأخرى إما أمراض طفيلية إما أمراض بالسبب الطفيليات أو أمراض تسببها بيكيتيريا أو أمراض تسببها الفيروسات ضيروسيس الأمراض التي تسببها الطفيليات من ضمنها البلهارسيا سوى كارة مستقيم أو مجاري بولية وبرقوث وبرقوث الماء برضو ينتمي إلى الطفيليات وعمجر الوسط الوسط الناغ هو زبابة السيميليم أما الأمراض البكتيرية بالسببها البكتيرية اللي هو الدرن الدرن طبعاً مرض بكتيري وهو السل ومرض قاتل جداً يعني بيقتل كمية من الأطفال ويعني من ضمن الدول العالم الثالث اللي هو بيكون في نخص في كمية الغزاء وسوء تغزية لذلك صابوا بالدرن الشر الأطفال مرض فيروسي مرض فيروسي وهو مرض يسببه كائنات دقيقة تسمى بالفيروسات طيب الشر الأطفال أو المرض الذي سببه الفيروسات طبعاً هناك بعض العقارات التي ذكرها لك مثلاً اللي هو سالك وسابين لك اثنين إما تدعالي عن طريق سالك أو عن طريق شنو سابين إما تعطى سالك وإما تعطى شنو سابين سالك أو سابين طيب إن شاء الله حنرجع عليه الكلام ده سالك وسابين وكيفية يعطاه هل عن طريق الفم أم عن طريق العضل أو قيلي أو عن طريق الحقن طيب نمشي إلى الجسل آخر من ورقتنا في امتحان شهادة مرحلة الأساس قال له استخرج الكلمة الشازة مع بيانة السبب تعال أنا أركز لك حبة وأخليك أنك تقدر تجاهب بدون ما تكون شنو عندك مشكلة كيف يعني بس أمسك لي اتنين لو لقيتم بتشابه طوالي مباشرة إنه الكلمة الشازة ما مويودة معاهم وصنفهم لكن ما جاوب سريع لأنه في أسئلة بتشابه مثلا الفحم الحجري طوالي بقلم الرصاص قال يا أستاذ الفحم الحجري صور الكربون دقيقة التبلر الفحم النباتي صور من صور الكربون دقيقة التبلر الفحم الحيواني برضو كذلك صور من صور الكربون دقيقة التبلر كلمة ماس لا الماس ينتمي إلى صور الكربون المتبلرة إذن الكلمة الشازة هي الماس ليه الماس؟ لأنك يا ماس أنت ما معي هنا أنت منتمي إلى صور الكربون المتبلرة بينما الأخريات يا أنت من الأخريات ينتمي إلى أين؟ قالوا بنتمي إلى صور الكربون المتبلرة الكربون المتبلرة الكربون المتبلرة التبلر طيب من خلال شرحنا وتفاصيل فصلنا في نمازك من انتحانات الشهادة علينا بعض الأخطاء مثلا من ضمن الأخطاء تقل معي هنا السبور يا ابني من ضمن الأخطاء مثلا ارسم دائرة قلنا يا جماعة ثاني من الليلة ما تغلق إن شاء الله بكرة أنت ما تغلق يعني لو لقيت مثلا سؤال يحتمل مثلا فيه جابتين صواب أو ثلاثة ما الدوري في الثلاثة أطوالهم صحي بيدي خطأ شوف الإجابة الأصحة الليلة بتشميلهم كلهم مثلا كل ما ذكره صحيح مثلا يقول ليه شنو مثلا يعتبر كل الآتي آلات إقاعية مثلا نكتب ليه النوبة الشتم الدلوقة ويكتب ليه نمر دال كل ما ذكر صحيح أول دور شنو في دال كل ما ذكر صحيح وأن الوسيطة الناغل لمرض الفرنديد هو برقوث الماء ودودة الفرنديد هي دودة المدينة لأنه تم اكتشافها لأول مرة في المدينة المنورة لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الآن عضي على هذا المرض زبابة السميليم هي وسيط ناقل لمرض عمى الجور وعمى الجور طبعا إنكو ساركياسس أو الفلارية إنكو ساركياسس طفيليات وتصيب مكانين إما فروة الرأس وقلنا الكلام ده موجود في جنوب السودان أو الحوض حول الحوض ويتصيب في الأجزاء الموجودة من نحر النيل وفي شمال السودان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم